اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو الطبيب اللي تشوفوا فيه في الصورة اللي هو يحيى فارس وهذا اللي سميت عليه جامعات المدية يحيى فارس اسمه الحقيقي بن مقران بن مولود المولود في 14 سبتمبر 1929 هو شهيد الولاية التاريخية الرابعة واش كان يخدم هذا السيد هذا كان طبيب طبيب عسكري بالولاية التاريخية الرابعة من خيرة ابناء الجزائر يبانى حقبة الاستعمار اشتركوا تشوفوا علاش واش تصرالوا فيه مبادئ اخوان هذا الرجل كما قال عليه او كما قال شهداء هذا الوطن خير وفضل باش يضحي بروحه وما يعيش معيشة الرفاهية والسعادة والربح كما يقولوا احنا لي كان قادر يعيشها حتى شهو طبيب فرانسات قادر تطبق في الوقت هذاك وطعط لهم كل واش يسحقوا لكن هو خير باش يضحي بحياته من اجل استقلال الجزائر يحيى فارس المرحوم الشهيد يحيى فارس اخوان كرام احكى عليه واحد المجهد وهو اسمه فؤاد شواتي فؤاد شواتي هذا المجهد فؤاد شواتي كان هو الضابط سابقا بجيش التحرير الوطني في نفس الولاية واش قال على يحيى فارس هذا الطبيب اللي ضحى بحياته قال يحيى فارس هو تبع نفس الطريق اللي كانوا يمشوا فيه الطباء او الأطباء الجزائريين الاخرين اللي كانوا يخدموا في مستشفيات فرنسا بالصح وفي نفس الوقت عندهم عيادات يعني عندهم ونصورهم يدووا عندهم ناس هذا الناس الأطباء عايشين الرفاهية والمزايا اللي كانت توفرها لهم المهنة تعهم تعهم بالصح هما سمحوا في كل هذا الشي في كل هذا الربح والمزايا واختاروا دعم ثورة التحرير تابعوا معي حتى الاخر يا اخوان اختاروا النظال الى جانب اخواتهم المجاهدين باش يسخروا وباش يمدوا كل المهارات والكفاءات لكومبيتونس اللي عندهم يمدوها للجرحة ويداويوهم نعم يا اخوان يحيى فارس بدل نحا الطابلية البيضاء تع طبا وبدلها بلباس عسكري تع بجيش التحرير الوطني اللي كانوا لبسوه بلباس المجاهدين باش يخدم الثوار ويداوي الجرحة ويعاون المضطهدين المحقورين كيما داوة نعم فعل الأطباء المشهورين كيما داروا قاعد الأطباء المشهورين في الوقت مثلا نذكر منه مثل المحمد لمين دباغين لمين خان بن يوسف بن خدا بن عودة بن زرجب والخضر عبد السلام الى اخيره من كأول قائمة كثيرة من أطباء يحيى فارس يا اخوان من لي كان صغير كان متأثر بابه متأثر بالوالد تعو حتى شوالد تعو كان يخدم فيرملي ممرض في منطقات مجانب وليت برج بوراريج ليزاد فيها يحيى فارس يحيى فارس اخوان سميت باسمه كلية العلوم انساني واجتماعي بجامعة المدية يحيى فارس البداية تعو بعد مربح الباكالوري في قسنطينا هذه تعال الباكالوري في قسنطينا كما كان كريم بالقاس ومالله يرحمه تلاقى بواحد في الجبل كيش نهار نحكي لكم عليه بي دقة هاد السيد بنفتح القوس ونغلقوه قالوا وشا قدير هنا في الجبل تايا قالوا عندي الباك قالوا وشا قدير تايا في الجبل معانا أنت تروح نبعث وتقال في الخارج في استقلال نسحقوك وفعلا جابوا بعد باستقلال فقبه من الجبل المهم نقل قوس هنا إذن في حياة فارس إخوان بعد ما جاب الباكالوريا في قسنطينا راح لفرنسا بعثوا باباه لفرنسا في الوقت هذاك باش يكمل دراسة الطب في جامعة مونبولي جنوب فرنسا وين جوز سنوات وهو يقرأ بالصحة قبل ما يكمل يضطر باش يتخلى على حلم الشهادة باش ينال يتحصل على الشهادة خلاص تحصل قريب يكمل تخلى على حلم الشهادة بعد اندلاع حرب التحرير 54 بما أنه تدرب في صغره في مدرسة الكشافة من لي كان صغير الكشافة الإسلامية الجزائرية حاضنة الحركة الوطنية ما تخلى يحيى فرس بعد سفاره إلى فرنسا عن فكرة التحرر من نير الاستعمار يعني خطر شو تربى في الكشافة الإسلامية ما يمكي راح لفرنسا ومندلعة الثورة ما تخلى على الحب الوطن والنضال دعوه وش دير ربط مباشرة بالقضية الوطنية ودخل في صفوف فيدرالية جبهة التحية الوطنية في فرنسا وين كمل النضال سر من أجل استقلال الجزائر في سنة 1957 إخوان يحيى فرس دي سيدا أو قرار باش يدير حد القرية بفرنسا يحبس ويعود يولي للجزائر باش يشرك في الكفاح المسلح من أجل استحرير الجزائري إلى جانب إخوانه المجهدين نضم إلى القاعدة الحدودية الغربية للجيش التحرير الوطني قبل ما يلتحق بمجهد الولاية الخامسة التاريخية تبعوا معايا تفهموا واشترانوا في الأخير وبعد إقامة قصيرة بهذه الولاية التاريخية انتقل يحيى فرس للولاية التاريخية الرابعة وين استقر بشكل دائم حتى نستجيد في 11 جوليا 1964 وكي وصل بدا يخدم تم تعينه كطبيب عسكري مسؤول على الطاقم الطبي العمليات بهذه الولاية وبعد فترة قليلة بعد مدة قليلة عينوه مجهدين مفتش عام لخطاع صحة بنفس الولاية ويحيى شريف يحيى فارس كان يشرف هذا الدكتور على أكثر من عشرين مركز صحي ومستوصف في الجبال بمختلف إقليم الولاية التاريخية الرابعة هو كان مسؤول عليهم وكان يعتمد في هذه المهمة على دعم العديد يعونه كثير من الطباء والممرضين والممرضات اللي ثبتوا نجحهم في هذا المجال إخواني كرام قال عليه كذلك المجاهد فؤاد شواتي هذا المسؤول قلتكم في هذا الشأن باللي المصابين بجروح خطيرة نعم واللي حرقتهم القناة بتاع نابالم اللي كانت طميبهم طائرات من فوق في الجبال كلهم والكثير منهم تلقوا رعاية مباشرة من قبل هذا الطبيب دواهم هو يحيى فارس اللي ولو أنه ما عندوش وسائل بزاف لكن نجح في عدة عمليات فورية تم تم يدير لهم عملية ونجح فيها ونقذ بزاف من الجرحة بسبب قناة بن نابالم ويؤكد المجاهد بلي بزيادة على إخلاص التملي والمواطني اللي أصيبوا خلال الحرب ضد الاستعمال الفرنسي يحيى فارس تكفل كذلك بتدريب الطاقم الطبي للولايات التاريخية الرابعة وهو اللي يدربهم إخوان وكوّلهم يحيى فارس هو اللي بادر واقترح إلى بروبوزي وكذلك باش يقسوا أو ينشؤوا مركز تدريب شبه الطبي في الجبل تخيلوا في الجبل يديروا مؤسسة وكذا وكذا لكن هو يقترح باش يديروها ونجح وقسوها بالفعل باش يديروا مركز شبه الطبي هذا باش يدربوا فيه الممرضين الممرضين الفرنسي المليين لي يعينوهم المجهدين طبعا يقتلل تحقوا بالثورة سجنت قوات الاستعمال الفرنسي يحيى فارس بعدما اصيب في اشتباك معهم في معتقل داميات سجنوه في معتقل داميات اللي رايكوا تشوفوا فيه في الصورة هذه اللي رايه يدور معتقل داميات سجنوه ثم وتعرض لأشد أنواع تعذيب الجسدي اخوان حتى فقسولوا عينوه عمولوا عينوه تردقوا عينوه نعم أنواع التعذيب في محاولة وهم يحاولوا باش يجبروا باش يحكي سر تعرف تعون وتوجدوا لكن مكان ما تدولوا ويقدمهم المعلومات كذلك للعدو فيما يتعلق بموقع القيادة الولاي الرابعة إلى خيره لكن ما تدولوا يوجد معدق الضميات هذا المشهور وقتها بضواحي ولاية المدية كانت زنزانته آخر مطف للشهيد فرس لي أسكتت قوة الاستعمار صوته إلى الأبد منذ 62 عاما خلت وارتفعت روحه إلى بارئها يوم 11 جبليا 1960 بعد ما حاول معذبوه ما استطعوا بعد ما حاول لكانوا يعذبوه ما استطاعوا لجعله يوشي بمجهدي الثورة مقدروش لكن عداءه لم يجنوا منه شيئا مدوا منه ولكن مقدكم رغم قسواتهم عليه لأن يحيى فرس بقي بطلا إلى النهاية وفضل أن يموت شهيدا على أن يخون رفقه في السلاح ومات الطبيب الشهيد تحت طائلة التعذيب بعد فترة وجهزة من اعتقاله والتحق إلى جوار إخواته الشهداء من مجهدين ومدنيين عذبتهم قوة الاستعمال الفرسي بزنزانة نفس المركز دميات في مدية وكل مركز الاعتقال أخرى التي أرادت فرنسا من خلالها إسكاة ثورة الصوت الثورة وإطفاء فتيلها بصح ما قدرتش الدير وعلو إخواني كرام هنا نحبس الفيديو تعي 226 إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر